فيما كان رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات وفريق المجلس لانتقال الجنوبي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض معركة ناعمة تدور بين المجلس الانتقالي والسعودية السعودية تمنع قيادات في المجلس من العودة إلى عدن برئاسة الدكتور الناصر الخبقي والأستاذ عبد الرحمن الشيخ والأستاذ أنيس الشرفي وكذلك مدير أمن العاصمة عدن لواء شلال علي شاية ومعهم الناشط الإعلامي ورئيس تحريص صحيفة عدن 24 الأستاذ مختار اليافعي عائدون إلى أرض الوطن لممارسة مهامهم الوطنية من داخل الوطن فوجئوا بإقدام جهات الاختصاص في مطار الملكة علياء الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على إبلاغهم بأن قيادة التحالف العربي رفضت منح الطائرة التي سوف تقلهم إلى العاصمة عدن تصريح الهبوط مؤكدة بأن هناك تعميم من قبل التحالف العربي حدثة تعيد الصراع إلى الواجهة في ظل ملابسة كثيرة تحيط بملف اتفاق الرياض بحسب مصادر مطلعة فإن اتفاقا ضمنيا بين السعوديين والإماراتيين قضى بمنع عودة عدد من الشخصيات التابعة الانتقالي والحكومة إلى الداخل لتوفير الأرضية الملائمة لتنفيذ اتفاق الرياض إلا أن المجلس الانتقالي يرى في إعاقة فريقه التفاوضي من العودة إلى عدن استهدافا له ليظهر بعض مسؤوليه وأنصاره بخطاب تهديدي يحذر التحالف من تداعيات هذه الخطوة دون إبداء أي توضيحات حاولت الخارجية السعودية معالجة الموضوع داعية في بيان لها طرفي الاتفاق للعمل معا لحل الخلافات والتحديات التي توجه تنفيذ الاتفاق بعيدا عن المهاترات الإعلامية إشارة واضحة إلى أن الأمور تنظي في طريق لا عودة وأن الرياض قد تبدي سياسة خشنة تجاه التلاعب في اتفاق الرياض لكن لا أحد يعول على أن هذا الإجراء قد يجبر الانتقالي على العودة إلى الطريق الصحيح فالمجلس ومن خلفه أبوظبي قد يدفعان إلى تصعيد عسكري وهو ما يؤكد عليه مراقبون خصوصا مع استحداث الانتقالي لواء عسكري في أبيان في مخالفة واضحة للاتفاق في المحاصلة الإجمالية يقول البعض إن يمنع مسؤول الانتقالي من العودة لعدن فقد منع قبلهم الرئيس هادي لتصبح الصورة أكثر وضوحا فهذه البلاد لم تعد بيد أحد من أبنائها